خالد القربي كيف شفت المقابلة مرة أخرى ترجي رياضي يفوز على النجم الساحلي في ربيط الأبطال وأيضا في البطولة التونسية سيح عادة لنا بسنكي على أربع حاجات الحاجة الأولى عنا برشا مرينيش في شامبيونه مدرب كما كاردوز والحقيقة كالعادة الماتش هذه تأكيدا ما قلناه في الأسبوع الماضي الحاجة اللي قوي فيها سيطوه الشانجمات متاعو شوفنا معنات دخول غايلاني الدربالي غير واجهة المقابلة فما عبارة تقول أنه ذهب عمرو مصدد لحقيقة غايلان الباس اللي عطاها تتقرأ بالنسبة لنا أحسن انتداء بسنين في الترجي هو رجوع الغايلان من الإصابة حاجة أخرى ليفكتيف ما تجمش تقارن ليفكتيف تو تجمش تقارن ليفكتيف متاع الترجي من نجمة سيحلي خاطر ليفكتيف ترجي قوي ياسر تاكتيكمان الاسبرانس عارفت كيفاش تخرج متشوها ما تسرعتش القديم الأربع التالي لحقيقة تطورهم كاردوزو بطريقة ماهولة مريح وتوقاي بيرفورمانس كبيرة الاسبرانس أظهر زيد الأجنحة يعني الدخول يعني تعطوهم الحرية للتقدم شوفنا بن حميدة اللاعب آخر كانت عمناه الجمهور معناها ينتقد فيه يعني بشكل كبير بارشادي يوم شوفنا اللاعب آخر واختلي ربما المدارب يجي ويعطي ثيقة لللاعبين ويعطيهم الحرية باش يتحركوا يتصرفوا أكيد ما نجمو شوفتنا هذا الأسلوب وهذا المستوى الحاجة اللي رينيها ماانتا كيزيب دا الكورة عند بوشنيبة بن حميدة يدخل الوسط الكورة العصرية ديك هاي لزريل تيرو ماانتا يدخلوا يلعبوا الكورة ما يخافوش الهدف في خالد القربي الهدف اللي سجلوا التراجيالي شبيب اللي سجلوا في مقابلة الملعب التونسي أيضا حتى بالهدف اللي قائل غاؤوا يعني فما خدمة مدرب مدرب وأنا أول واحد قلت يزمكم تصبوا علي المهاجم هذي رودريغيز ظهر معناتا مهاجم صناعي عنده كاليتيه كبيرة برشة الحقيقة الاسبرانس دا من أقوى اليفكتيف الموجود في تونس وتظهر خدمة المدرب مدرب معناتا حتى على البنك يظهر مدرب يحب خدمته عاتل البلوس تظهر اللحمة ما بين اللاعبين دونك المريد الربح هذية وإن شاء الله في تشامبينز ديج تتكمل في المستوى اللي بينتو البارح في المقابل خلنا عطي شوية أرقاما قبل ما نمشي السمير والناصر والعربي يكيد النجم الساحلي لا ينتصر المقابلة الخامسة على التوالي تعادلوا أربع هزائم ونتائج لم يتعود عليها جمهور النجم الساحلي هجوم النجم أيضا ليسجل المقابلة الخامسة على التوالي 450 دقيقة دون أهداف آخر هدف النجم كان قبل شهرين وسبع أيام ضد مستقبل سليمان على وتن على ذلك النجم لا ينتصر على التوالي للمقابلة 11 على التوالي آخر انتصار كان 26 مايه 2021 أي تقريبا عامين وعشر أشهر والنجم لا يسجل في جباك التوالي للمقابلة الخامسة على التوالي أعتقد ناصر بدوي القام لها دلالت صحيح وقت اللي نحكي على أرقام كي من هذه عشرة مباراة متتلية مع هذا الترجيع فيها من التجهي جابية وخاصة أن نحكي على الأربع مباراة الأخرانين في وقت من الوقات حتى الترجيع مع تارق ثابت في وقت من الوقات فما ديتون فور وفما ديتون أقل شوية اللي فما تذبذب في المردود اليوم من تحس الترجيع والليت فما واقعية أكثر فما نقول وحنا تكتيك واضح فما شيء ما واضح فما فكر يعني فما فما شيء ما واضح فما شوية زادة موجود اليوم مقتلين نحكيه على فريق يحب ينفس على الألقاب اليوم مقتلين تلقى حلول الملاعب اللي يدخل يعطيك إضافة أكثر من اللي كان موجود وهذه حاجة أجابية نعتبره اليوم كما أسامة معنا نعتقد أنه بقرة وقت اللي جاء للترجيع في الوقت من الوقات كانت يتوليرا بارونتير وبعض غاب وبعض توعى ودرجع اليوم نلقى والترجيع اليوم غيران زادة كيف كيف في الإضافة اللي قاعد يعطي فيها ونظران راو تعدى من ظرف سعيب غيران ما كانتش حاجة عادية نحكيه على ملاعبي أكثر من ثمانية تسعة شهور ما قاعدش العب وقاعد زادة يتعاود كونترام يتعاود زادة هذية كيف كيف زادة شجاعة متى هيئة مديرة أنه تمن بالملاعب هذية وتمن بالبروجيه بش عودت له واليوم الباس اللي اعطاها ما نترى واليوم كنت نحن أقريل وانا ما زلنا نشوفه كاليتين تعباس مقال يعني خالد قربي أقوى انتداب بالنسبة للترجيات حاجة مهمة اليوم ملاعبين ليه وزادة لو في وقت بالوقات الإصابة وانتي تمن بالملاعب هذية خاطر في وقت من الوقات الإصابة يلعب ما يلعب يلعب زعم ما يرجع يلعب زعم ما يرجعش هذي سؤال كامل للترجيه عرفت كيف يش تتعامل قطع العزيمة متى الملاعب يزاد لا كيف العزيمة متى غايلين ايه بتبعها كيف توجدش العزيمة من نجابش نحكيه على ثم ملاعبية تتسلم بعد 9 شهور ثمانية شهور راحة ويصابها يرجع ملاعب موش عادي كان ملاعب عنده لكاليتي هذوك ونجم يسلم عادة في كاريير على خاطر بالسور كي من هذه لكن تتطلب برشا فولونتي تطلب برشا روح تطلب برشا برشا لكن زادة كيف كيف المسؤول فما برشا ملاعبية ظلمت في الساقين وفما برشا ملاعبية عنده لكاليتيه ونسمتها مانشبين ونجم ويشوف العافز زادة كيف كيف لكن أنا اليوم الترجي أحقاقه للحق اليوم الشوار بتاع ترجي الترجي استابيليتي ديفونسي في اليوم حارس قاعد يتعلق بميش من منذ قدومه للترجي على استابيليتي اليوم ياسين ومريح وطوغاي قاعدين يعملوا إضافة بن حميدة اللي كان بعيد اليوم يعمل في إضافة مهمة ومهمة للغاية الناس اللي كانت تتندد بن حميدة ما عندوش بلاصة اليوم ولا تتولى برونتيا بوشنيبا نحكيه وزادة كيف كيف قاعد يعمل في بن علي زادة فما الشواف الترجي وقت اللي تشوف معنتها الإمكانيات الملعبية اليوم أحقاق الحق فما ملعبية اللي عندهم إضافة كبيرة ينجم يعملون لك الفرق في كل وقت وهذا هو الفرق اللي دي تجم تكون ما تلعبش ماتش كبير عادل وتجم تلعب ماتش حتى يجيوك زو ثلاثة فرص تعرف تسجل فرصة فرصة تخرج بانتصار ينجم يخليك تمشي يطنشاني وهذه كهي أثغل ماتش يجيب ماتش وهذه هي كورة القدم اللي غير ماتش يجيب ماتش